بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقررة Thermal Dynamics and Fluid Mechanics المحاضرة الخامسة من الدرس الأول Energy and Energy Transfer المحاضرة هذه رح ناخد تعريف جديد أو تعريف بقوة جديدة اللي هي Internal Energy أو الطاقة الداخلية أو الطاقة الكامنة الطاقة الكامنة هنا تختلف على Potential and Kineric Energy يعني هي أول شيء طاقة موجودة جوة الجسم وليس لها معادلة أو بلانس يمكن أن نستعملها بالحسابات فقط أود الأشير هنا على أن Internal Energy لا يمكن حسابها لكن يمكن حساب تغير الطاقة الداخلية وسوف نعطي مثال إن شاء الله بعد تعريف بها فأول شيء زي ما قلنا أن Potential Energy and Kineric Energy are Microscopic Forms of Energy يعني أشيء يمكن أنك تشوفها أو تلمسها أو تحسها فهنا They can be visualized in terms of the position and velocity of object يعني لما نكون في مكان مرتفع نقدر نقول إنه Potential Energy عالية أو قليلة لو كنت في مكان مخفض لما تكون سرعتي أيضاً يعني كبيرة فإذاً عندي Kineric Energy كبيرة وتناقصت سرعتي فهذا يعني إنه Kineric Energy حق الأوبجيكت أيضاً نقصد In addition زي ما قلنا Microscopic Forms of Energy There are نقدر نقول Microscopic Energy لكن Microscopic Energy تظهر بعدين ورح نفسرها إن شاء الله فهنا في طاقة تنتج عن دوران Rotation Vibration Translation and Interactions Among the Molecules يعني إيش؟ يعني لما يكون في عندي زي ما موجود في الرسمة هنا دوران الملكل الVibration حقة الملكل أو اهتزازها Translation يعني سيرانها أو سيرها على طريق أو خط معين وأيضاً تفاعل الضرة أو الملكل بجانب الملكل اللي بجنبها كل هذا ينتج عنه إيش؟ ينتج عنه طاقة تسمى الطاقة الداخلية والطاقة هذه فقط عشان نفهم معناها أو الconcept حقتها هي الطاقة التي تسمح للجسم أن يكون جسم بما يعني إني لما نمسك قلم أو نمسك كراسة أو نمسك أي object فهذا الجسم عنده شكل معين فالقلم مثلاً عنده شكل القلم فلولا ما كانت الضرات متماسكة مع بعض يعني الضرة تمسك الضرة اللي بجانبها فإذا ما يصير عندي internal energy وعطحة شباب أو نعيدها هنا لو أن الضرة اللي بجانب الضرة بجانب الضرة وهكذا دا وليك تمسك الأخرى وتتفاعل معها لتكوين هذا الجسم لما كان هذا الجسم ولا أصبح كل ملكل في جهة معينة فهنا نعيد المعلومة اللي كنت نحكي فهنا لا يمكن حسابها أو تقييمها مباشرة ولكن techniques have been developed to evaluate the change in the total sum of all this microscopic energy يعني إيش؟ لا يمكن قياس internal energy ولكن يمكن قياس تغير internal energy هنا فقط عشان نزيد نوضح internal energy بمثال فمثلا لو بغيت أني نمسك القلم ونكسر القلم فأكيد هنا رح نبدل طاقة بيدي الطاقة هذه اللي أعطيتها بيدي عشان نكسر القلم مثلا على اثنين تساوي إيش؟ تساوي الطاقة الداخلية في الجزء الذي تم تكسيره بما يعني نفترض أني مسكت بكلتا يدي القلم نفترض مسكت بكلتا يدي القلم وعرضت أن نكسر القلم قسمته على اثنين قسمته على اثنين يعني هنا مثلا استهلكت طاقة من يدية مثلا مئة جول مثلا عشان نفهم الموضوع فلما كسرت القلم فأكيد الطاقة اللي كانت ماسك القلم قبل أن يقسم إلى اثنين هي مئة جول أو أقل بقليل فلو مسكت القلم وكسرته كم من مرة عشان تصبح الملكل هذه كل الملكل الحالة أو كل جزئة الحالة فهذه هي الطاقة الداخلية أو ما يعادل الطاقة الداخلية داخل الجسم فلهذا زي ما قلنا لا يمكن حسابها بالضبط ولكن يمكن حساب تغيرها من حال إلى حال إلى الجسم طغير انترنل انرجي بما أنها أيضا انرجي قبل ما ننسى طاقة فالوحدة الأساسية اللي يمكن أيضا اعتبارها هي طبيعي الجول قبل ما نعطي وحدتها رح نشوف يا إيش يعني كلمة state function because its value depends only on the current state of the system and not on the path taken or process undergone to arrive at this state يعني إيش هنا كلمة state function هنا كلمة state function يعني إيش لما الانرجي هذه فقط يمكن قياسها بنقطة البداية ونقطة النهاية فقط بدون ما يمكن إني إيش حدث في الباث مثلا فقط يزيب إني نعرف البداية والنهاية هذا يعني إيش إنه delta u تساوي u final minus u at starting يعني في البداية أو u2 minus u1 طيب نفس التعريف هنا رح ناخدو specific internal energy كلمة specific قلنا إيش رح نقسم على الكتلة internal energy نحطها من فوق ونستعمل إيش هنا small letter يعني specific internal energy ورح نشوفها هذا إن شاء الله في الشابتر 2 خاصة في الجداول تساوي internal energy على الماس internal energy الواحدة حقتها جول الماس الواحدة حقتها كيلوغرام وتصبح specific internal energy جول per كيلوغرام فإذن هنا نود تلخيص الثلاثة أنواع من الطاقة اللي هما potential energy, kinetic energy and internal energy في engineering thermodynamics يعني في علم الهندسة thermodynamics the change in the total energy of a system is considered to be made up of three contributions يعني هنا في ثلاثة عوامل هما يأثروا لي على تغير total energy العامل الأول هو potential energy العامل الثاني هو kinetic energy العامل الثالث اللي هو internal energy لو افترضنا أنه total energy رح نرمز إليها بحرف i فإذن the change in the total energy delta e تساوي delta u plus delta kinetic energy plus delta potential energy هذه المعادلة بالطبع هنا يلزمني فهمها فيزيائيا قبل ما نمر لرياضيات فتغير الـ internal energy رح يكون عن طريق الـ internal energy او عن طريق kinetic energy او عن طريق potential energy او تغير الاثنين هذا او تغير الثلاثة مع بعض بما أنه total energy يمكن كتابتها تساوي internal energy plus potential energy plus kinetic energy تغير الـ total energy ينتج عن طريق تغير الأول او الثاني او الثالث او الاثنين او ثلاثة مع بعض نفس الشيء هنا لو استعملت specific total energy بما أنه total energy يرمز إليها بحرف i فهنا رح تكون small letter delta u أو specific delta u and specific delta kinetic energy plus specific delta potential energy طبيعي جدا هنا لو استعملت المعادلة هنا نعيد كتبتها من جديد لو قسمت هنا على الكتلة طبيعي جدا رح نقسم على الكتلة في الجزء الثاني من البلانس فتصبح لهذه تساوي specific delta potential energy هذه specific delta kinetic energy هذه specific delta internal energy بالطبع هنا specific delta total energy فالمعادلة هذه الشباب رح نتذكرها ان شاء الله رح نستعملها في الفرس لو افثار مداني مكس فقط نبغى هنا يبقى في اذهاننا شيء انه total energy تساوي internal energy plus potential energy plus kinetic energy تغير total energy يتم عن طريق تغير internal energy مع تغير potential energy مع تغير kinetic energy نبقى هذه ان شاء الله في اذهاننا رح نستعملها ان شاء الله لما نعرف فرس لو افثار مداني مكس السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة